أهلا بحراركم مرة تانية بسرعة كده سريعا لقنا اتحاد الكرة ايه ما تجرأش حتى انه هو ينزل بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك او على موقع الرسمي مثلا البيان اللي هو تصرب للصحفيين زملاء العزاء في موقعين موقع يلا كرة وموقع في الجول واللي كلنا شفناه يعني بعد تصريحات الكابتن محروض الخطيب في المؤتمر الصحفي بسرعة بسرعة راحوا مصربين البيان وما تجرأوش حتى انهما ينزلوا على صفحته وانا مستغربهم انا في الحقيقة مستغربهم يا جماعة وانتو عايزين توضحاته كتير من كده ايه يعني الراجل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رد عليكم في جزئية جزئية من قبل من انتو حتى تقعدوا تقولوا الكلام اللي انتو بتقولوا ده وفي كل الكلام اللي اتقال على مدار الفترة اللي فاتت وفي تصرفات مسئولي اتحاد المصري لكرة القدر ومع ذلك زي ما حراركم شايفين كده على الشاشة البيان اللي تم تسريبه من خلال موقعي يلا كرة وفي الجول اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفين ادارة الاهل تسلمت لقاحة بطول الدوري عطال افريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت ان المباراة النهائية ستقوم من مباراة واحدة على ملعب محايد على ان يطب اصطفاته النادي الراغب في ذلك وهو ما لم يحدث من اي من الانديا المصرية مشاركة في البطول عكس بيراميز الذي تسلم لقاحة الكنفدرالية ورغب في استضافة النهائي باستضافة البطولة يعني هو الاهلي في اللايحة موجود ان الاهلي هو اللي بيطلب تنظيم البطولة او النادي هو اللي بيطلب تنظيم البطولة مش الاتحاد يعني يعني مش الاتحاد الاهلي الاتحاد الاهلي اللي هو يعني اتحاد كل دولة هو اللي بيطلب تنظيم البطولة هي اللايحة موجودة كنتم عرضها لكم عرضها لكم تاني كمان شوية برضو عشان ايه نراجع التكرار بيعلم ايه الشطار ماشي الجزئات تانية الأهل والزمالك لم يطلب أيضا استضافة نهائي بطول الدورة عبطال إفريق خلال نسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود فريق مغربي للمباراة النهائية مما يعني أن الأندية المصرية تعرف نظام البطولة ليس من البطولة الأخيرة ولكن من البطولة التي قبلها طب ما عليش برضو هنا السؤال هل في الثلاث نسخ أو النسختين اللي قبل الأخيرة دي هل تقدم أي نادي في أي دولة بالتنظيم نادي نادي تقدم بطلب تنظيم نهائي دور الأبطال ما فيش ما حصلش أما الكلام ده يعني إيه أو يعني بيانم على إيه أو أصدق بإيه ما تعرفش تحاول تفسر كده ما تلاقيش يعني وفيما يتصل بقى بص بقى النقطة دي عشب مهمة وفيما يتصل بالخطاب المرسل لوزارة الشباب والرياضة يعني مبرر غريب جدا مزرع فذلك يكون على مستوى البطولات التي تستضيفها مصر ولم يكن نهاية أفريقيا من بينها بسبب عدم طلب الأهلي أو إذا مالك إصدافة المباراة طب يا حبيبي بعد إذنك أنت ليه ما قلتش للأهلي أن جالك كطاب من الاتحاد الأفريقي اللي هو ده دورك يعني أنت معلش يعني كالتحاد كورة كالتحاد كورة أنت مالك بأن الأهلي يطلب ما لا يطلبش حضرتك جالك كطاب هو الاتحاد الأفريقي لما يجي يرسل حد عشان موضوع تنظيم نهاية دورة أبطال الأفريقية حيرسل الأندية أو حيرسل الاتحادات المرسلات بتبقى ماشية زي مفروض يعني حضرتكم خبرة يعني وناس قديمة في تحاد الكورة وناس يعندكم خبرات فالمفروض أنه دلوقتي أي مرسلة بتيجي من تحاد الأفريقية بتوصل تحاد الكورة مش هتوصل أبدا لأي نادي فلما تجيلي المرسلة دي أنا كالتحاد الكورة المفروض أعمل إيه؟ أبعتها للأهل للزمالك للأندي المشاركة في البطولة هل أنت بعتها؟ لا ما بعتهاش طيب بلاش كده؟ أبعتها لوزارة الشباب والرياضة هل أنت بعتها؟ أه بعتها بعتها إمتى؟ بعد ما هي جات ليوم 19 واحد بعتها يوم كام؟ 14 أربعة يعني بعدها إيه؟ بتلت شهور تلت شهور طب ياريته بعتها بقى إيه كمان؟ يعني هو أصلاً انتهاء المد اللي أنت من خلالها تقدر تحدد أو تتقدم بطلب لاستضافة البطولة أو لاستضافة المباررة النهائية كان يوم 28 اثنين يعني حتى بعديها حتى في المدة دي أنت بعتش الوزارة وبعت بعديها وبعت الخطاب كلام منقوس من إيه؟ من دوري عبطال أفريكي